لا تنتظر الأوضاع في المنطقة العربية ظاهريا على الأقل إلا الرصاصة الأولى أو الشرارة لكي تشتعل بعد أن وصل الأمر بين أمريكا وإيران ذروته بتحريك بارجات وقاذفات قنابل أمريكية تقابلها تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي وسط هذا كله تخرج أنباء عن تعرض سفن شحن من عدة جنسيات لهجمات في خليج عمان تنفي الإمارات العربية المتحدة الخبر أولا ثم تعود لتؤكده بعد ساعة وتقول أن أربع سفن شحن هجمت قرب المياه الإقليمية الإماراتية في إمارة الفجيرة إحدى أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم سريعا تلتحق سفن سعودية بالحادث فتعلن المملكة العربية السعودية تعرض نقلتين نفط سعوديتين لهجوم تخريبي في المكان نفسه أي ساحل الفجيرة الإماراتية وأكدت أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح لكن أضرارا بالغة في هيكلي السفينتين نجمت عن هذا الهجوم لا السعودية ولا الإمارات وجهتها اللوم أو الاتهام في الحادث لأحد لكن السياق المجريات في المنطقة وغيوم الحرب المتجمعة فوق الخليج العربي تشير إلى إيران التي طالما هددت بإغلاق مضيق هرمز أو أن يدفع أعداؤها الثمن فيما لو اشتد الخناق عليها أما إيران المتهم الأول بالحادث فقد شهدت تصريحاتها تراجعا واضحا بوصف الخارجية الإيرانية لهذا الحادث بأنه مقلق ومؤسف فيما زاد رئيس لجنة الأمن القوم الإيراني حشمت الله فلاحة بيشة بالقول أن الانفجارات التي استهدفت السفن الإماراتية قد تكون من صنع طرف ثالث لضرب الأمن في المنطقة حديث الطرف الثالث يعيد إلى الواجهة تحذير واشنطن لإيران من استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة بشكل غير مباشر في إشارة إلى أذرع إيران متغولة في عدة دول عربية ولربما يجد الأمريكيون إسقاطا للهجمات الأخيرة على تحذيرهم السابق طالما أن المتهم هدد قبل أيام وأصر وترصد ترجمة نانسي قنقر